سائق الدرجات الهوائية والنارية ثنائية العجلات هم ضمن مستعمل الطريق الأقل حماية رغم ذلك اتباع معايير السلامة لدى هذه الفئة قليلة في شارع العام تتكرر سلوكيات الخطيرة وعلى رأسها زيادة عدد الركاب كهذه الحالة التي يمسطي فيها الدرجة ثلاثة راكبين عوض اثنان كحد أقصى تنقل هاد الناس اللي تمشوا في الموتور ثلاثة عربعة ما عنده مش لضغوة حيث يقدروا يكونوا صايقين ويفرق لهم الفولام ويموتوا كامل من ذاك الناس يقدروا يركبوا جوزة قاعدة كتره ومشترى وقعت بعدها شيك سيدة ما وقعت لذاك الناس كلهم ثلاثة وبالنسبة لإنسان السلامة دياله هي الأولى وبالنسبة لثلاثة البقليس منها وقدرنا الملشة مع ديالنا وبالنسبة لتأمين دياله نحساب ديالج بقليس جهود للتحسيس تقوم بها اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير بغية الحد من هذه السلوكيات الخطيرة إضافة إلى المرقبة في شارع العام لرصد المخالفين تم تنظيم وسيتم العمل على تنظيم مجموعة من العمليات التحسيسية سواء الميدانية عن طريق عرض درجات عرضة الحوادث السير أو كذلك توزيع خدات واقية مصادقة عليها في إطار مراكز الفحص التقني بالإضافة إلى مجموعة من العمليات التي سيتم برمجتها من خلال الوسائط التواصلية والرقمية سلوكيات غير مسؤولة يمكن أن تؤدي إلى وقوع حوادث مميتة تنظف إلى أعداد الهالكين والمصابين بعهات مستديمة جراء حوادث السير نزيف على الطريق لا يمكن أن يتوقف إلا برفع وعي مستعمل الطريق واحترام القانون والتزام معايير السلامة ترجمة نانسي قنقر